الخداعات التي يخدع بها الناس بعضهم البعض من كل ما تعظمه دون الله أو تخافه دون الله تبارك وتعالى إنك وذاك الذي تخافه وترجوه في قبضة القوي المتين وإن مرجعك ومرجعهم جميعا إليه ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا لا لأهل الأنظمة ولا لأهل أسلحة الدمار الشامل ولا لأهل طيارة بدون طيار وهم يعيشون على ظهر الأرض إن هبَّأت عليهم رياح عاصفة عجزوا بإمكانياتهم عن أن يدفعوه وأن زلزلت لهم أرضا ذهبت كل أمكانياتهم ولم يقدروا أن يردوه وإن انتشر بهم مرضا من الجبار نشره عليهم عجزوا عن أن يدفعوه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه منوال أي تكنولوجيا تقضي على الكورونا وأي قوات لديهم تمنعها من الدخول إلى دولة متقدمة أو متطورة بل تبدأ فيها أولا وتنتشر منها وتجيء فيها بقوة قوي خلق القل وإليه مرجع الكل راجع صفحاتك في تعظيم غير الله فأصلحها ما دمت في الحياة فإنك ستموت وستعلم أن المرجع إلى واحد هو الأحق أن يعظم والأحق أن يمتثل عمره والأحق أن يدخر العمل لديه جل جلال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أيها المؤمن بالله يعملون ما شاء من الأسباب وعندنا مع القيام بالأسباب عبوديةً للمسبب رجعةً وأوبةً واعتمادًا على المسبب يفقده الكفار وعلى ظهر الأرض ليس لهم ولكن للمؤمنين يشاركهم المؤمن في أسباب الوقاية أو أسباب العلاج ولكن معه رجوعٌ إلى المسبب ليس عنده واعتمادٌ على المسبب ينكفُّ البلاء بالدعاء وينكفُّ البلاء بالصدقة وينكفُّ البلاء بالذكر وينكفُّ البلاء بالصلاة على محمد وينكفُّ البلاء بكثرة الاستغفار ترجمة نانسي قنع